صحفيون ومصورون منهمكون في نقاش حول تداعيات أزمة فيروس كورونا والمتمثلة في انتشار الإشاعات والأخبار الزائفة ما أحدث حالة من الهلع والخوف في المجتمع الجارة أبو سالم رئيس تحرير موقع إخباري يدعو لتكتل إعلامي مغربي لتحرد دقة في نشر الخبر المرتبط بالمرض ومحاربة الإشاعة التي تعادل من وجهة نظره خطورة الفيروس أعتقد من أباجدية العمل المهني الصحفي الرأي والرأي الآخر ثم المصدر اليقين بالنسبة أنك دولة المؤسسات داخل المغرب أعتقد أن هناك وزارة الصحة ووزارات الداخلية ومديرية الأوبئة نستمد منها المعطيات التي تتغير وتتحين على رأس الساعة طائرات ستحلق في سماء المدن المغربية لرش مبيدات وأدوية تلوت مياه الشرب بالفيروس هو رواج بلاغات مفبركة لإصابات جديدة تنسب لقطاعات حكومية وجهات رسمية وغير ذلك أخبار تداولها مواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي وأحدثت اضطرابا وخوفا من تداعياته إقبال كثيف على اقتناء كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية العالم يوقف، سيوقف كل شيء، سيوقف الحياة، سيوقف الشركات، سيوقف الإنتاج سيكون يتطور هذا المعرض، سيقول لأزماء سمعش، باللي كان 11 ألف حالة سيكون كذا في المغرب ولا أنه لم يكن الغرف التي سيعجوهم سيطلقوا الطيارة، سيطلقوا بعض الأدوية وزارة الداخلية قررت متابعة مرويج الأخبار الكاذبة فيما تطوع ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع توعوية وأخبار موثوقة المصدر حول سبول انتقال العدوى والحالة المرضية في البلاد كما حددت الحكومة المغربية رقما أخضر لطلب الاستشارة ونوافد إخبارية على مدار اليوم وعلى الخطة المغرب فهي خطة تكون على أربع هذه المحاور واحد من هذه المحاور والإعلام والتواصل الإعلام والتواصل من أجل أننا نعطيه المعلومة الصحيحة ونعطيه النصائح الحقيقية من أجل أن المواطن يكون فاعل في التصدي لهذه الأزمة العالمية الأسواق ستكون مراقبة بواسطة السلطات حتى تتعامل مع المضاربين والمتورطين في احتكار المواد الغذائية ورفع الأسعار بسبب حالة الخوف والهلع التي يغديها حسب مراقبين تشديد الإجراءات الاحترازية التي كان آخرها تعليق الدراسة هو منع أي تجمعات لأكثر من خمسين شخص رغم تواعد وزارة الداخلية مرويجي وناشر الإشاعات والأخبار الكذبة بخصوص أزمة فيروس كورونا لكن الخوف والهلع والتهافت على السلع والمواد الغذائية من أبرز سمات الوضع الحالي وضع مرشح للمزيد من التعقيد مع تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا فاطمة بغنبور الحرى الرباط